تمكنت عناصر الدرك الوطني بالكتبة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون في ولاية أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أربع أشخاص تتمهن الاحتداء على مستعملية الطريق الوطني بواسط استعمال مركبة مما مكن من حجز قنجر من نوع ثلاث نجوم وسيف من صنع تقليدي طوله 90 سنتيمترا وهاتف نقال وهواتف نقالة ومبلغ مالية بالإضافة إلى حجز مركبة وتندرج هذه العملية في إطار مهام مصالح الدرك الوطني لضمان تنقل الأشخاص في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد